وفي الشان العراقي أيضا رفض تحالف القوى العراقية الذي يضم التكتلات السنية في البرلمان رفض مشاركة قوات الحشد الشعبي في عمليات تحرير مدينة الموصلة المرتقبة وقال عضو تحالف القوى العراقية حيدر الملة إن مشاركة الحشد السابقة خلفت نتائج سلبية في المحافظات التي تم تحريرها وكشف العبادي في جلسة أمام البرلمان عن أن الحشد الشعبي سيشارك في تحرير الموصلة فضلا عن العشائر وكافة القطاعات الأمنية لا يشرك الحشد الشعبي في أي عمليات لتحرير هذه المحافظات بعد أن كانت مشاركة ولدت نتائج سلبية تحديدا في مناطق صلاح الدين والعديد من المناطق التي حررت صارت عليها الكثير من التداعية والسلبيات في تقديرنا لا تقل سلبية عن سلبيات احتلالها الأول من قبل تنظيم داعش ولذلك قرار استراتيجي في عدم اقحام الحشد الشعبي ونعتقد ما صرح به السيد رئيس مجلس وزراء القائد العام قد بسلحة في جلسة يوم أمس كان الاستهلاك الإعلامي لأنه يعلم جيدا قبل غيره أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لديها قرار استراتيجي في أن لا يقحمل الحشد الشعبي في أي عملية تحرير للأرض من تنظيم داعش الأرحال